باتريس بومل المجيء الفني الفرنسي بينافس كالوس كيروش على تدريب منتخب مصر وهو من المدربين المحترمين جداً ضرب قبل كده كوديفور واسم كبير جداً ممكن يبقى من المرشحين لتدريب المنتخب التوجه خلاص في اتحاد الكرة انه المدرب اللي جاي هيكون مدرب أجنبي وده كان قاله قبل كده أستاذ جمال علام بومل مدرب محترم جداً هو فرنسي وعنده 44 سنة من المدربين اللي يعني بيحبوا طريقة 4-3 دا زي كالوس كيروش ضرب منتخبات زنبيا وكوديفور ومنتخب المغرب تحت 23 سنة وطبعاً في الفرق كان مدرب لمرضية الجزائر وكان مساعد مدرب في منتخب المغرب ومساعد مدرب أيضاً في منتخب كوديفور ومساعد مدرب في منتخب زنبيا وأيضاً مساعد مدرب لمنتخب أنجولا آخر فريق دربه كان فريق أو منتخب كوديفور زي ما قلت لحضراتكم من مارس 2020 وحتى إبريل 2022 ضرب محترم محترم جداً واجه مصر في دوري 16 بكاس الامر الأفريكية الأخيرة وانتهى اللقاء بتعادل السلبي وفاز الفرعنة بنتيجة 5-4 برقلات الترجيح ترجمة نانسي قنقر